حطت مركبة تابعة لشركة سبيس إكس تحمل ثلاثة رجال أعمال برفقة رائد فضاء سابق في وكالة الفضاء الأمريكية الناسا على منصة بحرية قبالة شواطئ فلوريدا بعد مهمة استمرت أكثر من أسبوعين في محطة الفضاء الدولية وحطت المركبة والركاب الأربعة على البحر الاثنين قرابة الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي بعد عملية نزول سريعة وعند دخول الغلاف الجوي للأرض تراجعت السرعة التي ردعتها أيضا مدلات ضخمة وانفصلت كابسولة سبيس إكس عن المحطة الفضائية يوم الأحد عند الساعة التاسعة وعشر دقائق بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي لبدء رحلة العودة وضمت الرحلة ثلاثة رجال أعمال هم الأمريكي لاري كونور والكندي مارك باتي والإسرائيلي إيتان ستيبي دفع كل منهم عشرات ملايين الدولارات إضافة إلى مايكل لوبيز أليغريا وهو رائد سابق في ناسا سبق أن شارك في بعتات إلى محطة الفضاء الدولية